دكتور أغنوش أنتم تهتمون بعالم الشريمة عندما نتحدث عن هذه الإحصائيات كي أي قراءة تقدمونها ما هي ملاحظاتكم العام ما ألاحظه أثناء قراءة هذه الإحصائيات وما توحي به لدي هذه الإحصائيات هو أن أولاً نسبة الزجر لجميع الجرائم التي ترتكب في المجال الحضاري مدام تنتكلمون على الأمر الوطني تنتكلمون على الضرك الملكي تنتكلمون على الاسم تدوك في المجال الحضاري كالنسبة الزجر الجرائم التي تفوق 95% هذا رقم لتباليها مشرف جداً بنسبة الأجهزة الأمنية يدل على ماذا؟ يدل على الفعالية أولاً الفعالية ديالات الأجهزة على التنظيم ديالها كيدل كذلك على التغطية الأمنية وتشبيك ديال المجتمع يعني تشبيك ديال المجال الحضاري اللي هو ناجع مقارنة ببولدان أخرى يمكن لنا من بعد الأفغيتي أننا نقارنوا مثلاً مع المكسيك مع السلفادور مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الفرنسا مع ألمانيا مع بولدان أخرى أو مجاورة أحدنا مثلاً جزائر أو غير أو تونس يبدو لك المغرب في وضعيات أفضل؟ بالطبع بالطبع تيبالي في وضعيات أفضل وأفضل بكثير أفضل بكثير